ايوه اول يا سيد اول معلش اجل معنا بلوة عشان كنت لسه واكل دورة وانا لازم متطايف عندهم دورة هنا دورة مغريبة دورة صفرة كده دورة صفرة وبرتواني كده وبيعيشوها بقى زينا بس دورة ما تلاقومش غير على في الماكن اللي هي الجبالية دي شوية يعني دي وسيلة من وسائل التدفية برضو عنده فمن سكة ماكل الطايف دي ممكن تريد ان هيك الدورة دي انها حتى تانية في المملكة بتلاقي الدورة الحلوة اللي هي انتبقى متفراطة وتتاكر المعلقة وبيعملوها بالزمدة ويرش عليها ملحة دي الدورة الاصلية الموجودة بيسموها سويت كورن تمام مهم يعني مش هو ده موضوعنا النهارده مش موضوعنا هو الدورة بس لو رأيتوا بقى اي سواد ده ورح يا جبالة مهم نرجع لموضوعنا جماعة انه النهارده مراواح من طايف زي ما شوفتوا من يومين كده كانت البروفيل بيكتشر تعتي ديت ماريون ايوه الرجل اللي ابهر العالم طب معلش بعد اذنك او سيد هنريك عن نكملك لازم يعني لازم ناس معلومية بس بعد ما نخلص نحوارنا المهم ان يا جماعة ماريو او سوبر ماريو زي ما كلنا عارفينه الشخصية الاصطورية اللي ابهرت الناس كلها من حوالي نص التمانينات لحد دلوقتي يعني بقى لها حوالي 30 سنة تخيل ان عمر ماريو دلوقتي 30 سنة يا جماعة ايه قصة ماريو او ايه سر يعني استمرار ماريو برضو كل ده خلينا نتكلم الاول ايه هي قصة ماريو ماريو هو زي ما شوفتوا الانسان الصغير اللي هو الايطالي الابوشانب بطالية وايه شغال سباك في مملكة اسمها مملكة الفطر او ماشروم كينجدم ووظفته في الحياة كلها انه ينقص دايما الاميرة ضراقة او الاميرة خوخة من الاشروم وتحديدا هو الشرير الاساسي هو باوزر